اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين روحاني لترامب العقوبات فشلت وإيران ستصدر نفطها وتوثق علاقاتها الخارجية اضراب عام يشل فرنسا احتجاجا على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين وفي النشرة ايضا وكالة بلومبرغ تحذر اقتصاد دبي ينزف ببطء اهلا بكم جدد الرئيس الايراني حسن روحاني تأكيده ان العقوبات الامريكية جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن ضد طهران وتوجه الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقول ان ايران ستواصل تصدير نفطها وفي خطاب القاه في مدينة خلق قال روحاني ان بلاده ستوثق علاقاتها مع دول الجوار ولسيما مع تركيا وانها لن تخضع للضغوط الامريكية التي اثبتت فشلها لقد فشلوا في وقف صادراتنا النفطية سنواصل تصديرها ونعمل على توثيق العلاقة مع تركيا وسائر دول الجوار لقد فشلت مساعي واشنطن في ضرب علاقات ايران الخارجية ونحن لن نرضخ لهذا الضغط الذي هو جزء من الحرب النفسية ضد ايران هذا وامل الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان تسرع الدول الاوروبية في تنفيذ الالية الخاصة بالتعامل المالي مع ايران وقال قاسمي ان القناة المالية الاوروبية تنضي بوتيرة بطيئة لبعض الاسباب لكن النفاذ من العقوبات الامريكية يحتاج الى الاسرع في تنفيذها للحفاظ على المبادلات بين الجانبين تسعى مصافي التكرير في اليابان وكوريا الجنوبية الى استئناف استيراد النفط الايراني بداية كانون الثاني يناير المقبل بعد الحصول على استثناء من العقوبات الامريكية على طهران وكانت شركة فوجي اويل اليابانية قد اعلنت انها اختربت من انهاء المباحثات لاستئناف مشترياتها من ايران من دون ان تحدد الكميات التي من المتوقع استيرادها اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ان مشروع السائل التركي لنقل الغاز غير موجه ضد احد وهو يخدم المصالح القومية لتركيا وروسيا علما ان السائل التركي مكون من خطي انابيب تبلغ سعة كل منهما 15 مليار و750 مليون متر مكعب ويمتد الخط الثاني برا الى ايطاليا عبر اليونان او الى صربيا عبر بلغاريا يبدو انشاؤه مطلع العام المقبل مشروع السائل التركي سيحول تركيا الى مركز لتخزين وتصدير الغاز الروسي الى اوروبا ما ينعكس اجابا على موقعها الجيو سياسي تم مد اكثر من 1800 كم من الانبيب وبذلك يختتم العمل بالجزء البحري العميق حذرت تركيا شركات الطاقة العالمية من التعاون مع حكومة قبرص في شطرها اليوناني في مجال استكشاف النفط والغاز وقالت ان مثل هذه الانشطة تضر الاستقرار في المنطقة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ان اعمال الحفر التي تجريها شركة اكسون موبيل في شرق المتوسط لا تدعم الاستقرار الاقليمي ومن شأنها ان تخلى ببعض الموازين الحساسة الاحتياجات في فرنسا تبلغ ذروتها مع نزول اكثر من نصف مليون شخص الى الشوارع اعتراض على ضرائب جديدة على الوقود فيما تؤكد الحكومة الفرنسية تمسكها بالقرارات اكثر من 400 جريح وحالة وفاة واحدة حصيلة الاحتجاجات نهاية الاسبوع الماضي في فرنسا فيما يعتزم المنظمون اغلاق البلاد بالكامل مطلع الاسبوع الحالي بناء على دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاحتجاجات غير التقليدية اندلعت مع قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على المحروقات وتوسعت ضد سياسة الحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن وتؤدي الى افقار الارياف وانطلقت هذه الاحتجاجات بعد دعوات على شبكة التواصل الاجتماعي وبات ينظمها حاليا من يعرفون بسترات الصفراء ليرتفع سقف المطالب الى رحيل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واستقالة الحكومة رئيس الوزراء الفرنسي اعلن في وقت متأخر من ليل امس انه متمسك بالرسوم وذلك برغم الليلة الدامية واغلاق طرق رئيسة في العديد من المدن وكان قد شارك ثلاثمائة الف شخص في الاحتجاجات يوم السبت في الفي موقع في ارجاء البلاد فيما قامت الشرطة باعتقال ما يصل الى ثلاثمائة متظاهر واعلنت انها تحقق معهم وكانت فرنسا قد اعلنت عن جملة اجراءات لمساعدة السائقين بكلفة نصف مليار يورو ليعلن بعدها الرئيس الفرنسي عن تخفيض في كلفة الحصول على رخصة القيادة ومساعدة حكومية للشبان الراغبين في الحصول على سيارة اولى لكن ذلك كله فشل في امتصاص الغضب الشعبي ويطلق على مجموعات الاحتجاج هذه اسم السترات الصفراء في اشارة الى سترة الصفراء المضيئة التي يتعين على كل سائق في فرنسا ان يحتفظ بها في سيارته لحالات الطوارئ دوباي لم تعد دوباي هذا ما اشارت اليه وكالة بلومبرغ في احدث تقاريرها عن الامارة الخليجية فتغير الخارط الاقتصادية للدول الخليجية وتغير منظومة التجارة العالمية قوض دور دوباي كمحطة تجارة ماذا يحصل في امارة المال والاقتصاد دوباي تنزف ببطء خلاصة تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الامريكية مشيرة الى ان الامارة الخليجية لم تعد تشكل الملاذة للسياح او المغتربين لاسباب فصلتها في احدث تقاريرها في نيسان ابريل الماضي ترأس حاكم دوباي الشيخ محمد بن راشد المكتوم اجتماعا ضمه الى نحو مئة مدير تنفيذي لشركات عربية واجنبية لكونه علم وابل ارقام ان ارباح الشركات وعلى رأسها الخطوط الجوية الاماراتية ومجموعة اعمار العقارية خيبت الامال في الربع الثالث من العام الحالي انخفاض ارباح نحو خمسمائة شركة قلص فرص العمل وسط عمليات صرف كبرى للموظفين والاسيام المغتربون منهم في العامين الفين وخمسة عشر والفين وستة عشر تزامنا مع تراجع الارباح لم تعش ولم تتآلف بعد لؤلؤة الخليجي كما تسمى مع واقع اقتصادي لا مفر منه فاثرياء الخليج الذين اعتادوا التوافد اليها من البلدان الخليجية تأثروا من خفاض اسعار النفط ولسيما السياح السعوديون بشكل خاص نتيجة الاجراءات التقشفية التي بدأت الرياض بتطبيقها مع بلدان خليجية تعاني العجزة في ميزانياتها لفتت الوكالة الدولية الى ان دبي تعاني من عواقب نجاحها فهي بنت اقتصاد لا يعتمد على النفط وهو ما ادى الى ارتفاع كلفة المعيشة فيها ما جعلها تحتل المرتبة السادسة والعشرين في قائمة البلدان الاعلى كلفة للمغتربين مؤلف كتاب مدينة الذهب دبي وحلم الرأسمالية جيم كرين تحدث عن مشكلة اكبر شارحا ان الامارات باتت لاعبا اساسيا في نزاعات الشرق الاوسط ومؤيدة للحرب السعودية على اليمن واحدى الدول المقاطعة لقطر عند هذا كله لا يمكن الذهاب الى الحرب مع جيرانك والقيام بعمليات تجارية معهم فمن الصعب جدا القيام بالامرين معا بحسب كرين تجتمع اليوم الثلاثاء 25 دولة منيحة ووظيفة للاجئين الفلسطينيين في البحر الميت مع بدي اعمال اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية الانروا ومن المقرر ان يعلن المفاوض العام للانروا بيار كريمبول عن القيمة الحالية للعيز المالي للوكالة بحضور ثلاث جهات مراقبة هي جامعة الدول العربية فلسطين والاتحاد الأوروبي وكانت المؤشرات السابقة قد اظهر التقلص عجز الانروا الى اقل من 64 مليون دولار يبدأ الاتحاد الأوروبي اسموعا حاسما في المحادثات المكثفة بجأن خروج بريطانيا قبل القمة الاستثنائية التي تعقد الأحد المقبل من اجل المصدقة على مشروع اتفاق بريكزيت ويناقش الاتحاد مسودة مثيرة للجدل تتضمن بنودا لتنظيم الهجرة والعمل والسفر والتجارة وفي ظل انقسام الشارع البريطاني حيالها تأثرت أعمال الشركات البريطانية سلبا وتراجع مؤشر أنشطة الأعمال الى أدنى مستوى منذ عام 2009 الحرب التجارية حالت دون اصدار بيان ختمي مشترك لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ واختتم المنتدى أعماله يوم الأحد من دون اصدار أي بيان واكتفت رئاسة الدولة المضيفة وهي بابواجينيا الجديدة بإصدار بيان ختمي قالت فيه ان الرؤى المتعارضة والطموحات المتنافسية جعلت من الصعب الصياغة بيان ختمي موحد للدول الـ 21 التي شاركت فيه في الخبر الأخير تعتزم السلطات اليابانية تعتقال رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز كارلوس غصن للاجتباه في خرقه قانون التجارة المالي الياباني من خلال تزوير بيانات لمدخيله وأعلن الرئيس التنفيذي لنيسان موتورز أنه سيقترح عزل غصن في اجتماع لمجلس الإدارة يوم الخميس المقبل يذكروا أن رجل الأعمال كارلوس غصن كان قد أنقذ شركة نيسان من الإفلاس عام 2000 وحولها إلى الربحية خلال عام واحد فقط هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر